السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بالجميع في قناة كل ما يفيد طفلك نتمنى الجميع يكون بألف خير اليوم عنا قصة تانية من سلسلة القصص المترجمة باللغة العربية هات القصص يساعدوا التلاميذ في الفهم المفردات للغة الفرنسية وكذلك يساعدوا باش يتعلموا يكونوا جمل صحيحة باللغة الفرنسية وهذا مهم كيساعدهم في إكسبريسيو إكفي حتى بالنسبة للناس اللي كتعمل تلامد اللي كعملوا دولي في المستوى الإعدادي تانوي كعملوا دولي هدا عيساعدهم بزف ضروري اللغة الفرنسية تخدموا على مستوى دي لكم من الأول من الأول ابتدائي تخدموا على اللغة الفرنسية باش يكون عنكم حد مستوى جيد باش إن شاء الله ما يتعملوا دولي في الإعدادي يكون عندكم حد مستوى اللي جيبوا به المعدلات ممتازة أولا نقرأ القصة باللغة الفرنسية وهذا عيساعدكم باش تتعلموا تنطقوا الحروف مع الليفوي الكمبوزي بطريقة صحيحة بالنسبة لتلمدوا لأي واحد اللي هو مبتدئ في اللغة الفرنسية نخللكم في صندوق الوسط في الرابط للفيديو خاص بليفوي الكمبوزي ليفوي الكمبوزي هي حركات اللغة الفرنسية يعني هي أساسية في اللغة الفرنسية ضروري تعلموا الليفوي الكمبوزي باش تكون عندكم قراءة صحيحة للكلمات نهادا هتنقلوا جميع الليفوي الكمبوزي اللي عندي في هاد الفيديو على ورقة في المنزل ويتم الحفظ والتدريب عليها كتابة باش تحفظوا جيدا الليفوي الكمبوزي وتدربوا عليها مع اللي كونسو يعني مع الحروف باش تشوفوا كيفاش كتنطق هاد الليفوي ال مع الحروف وعد الدخول تقرأ الناس باش يكون عندكم هالقراءة صحيحة مية في مية متنساوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجارس باش دائما نوصلكم الجديد اللي هو مفيد لأطفلكم من اللغة الفرنسية وكذلك اللغة العربية ورياضيات وجميع القواعد اللي كانحتجوا في المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذلك السادس يعني جميل المستويات البتدائي نتمنى تشتركوا وما تنسوش اللايك للفيديو نبدو القصة دينا اللي هي العنوان دينا لإستوار لإستوار ديو پتي پوассون غورمان لإستوار قصة ديو پتي پوассون نسمك صغير غورمان غورمان هي شريح بالأكل يعني أكل يأكل بشاراها أي حاجك يأكل هم پتي پوассون دون هم بوكال هم پتي پوассون سمك صغير دون هم بوكال في إنا إنا نحو هاد الإنا كما وادح في الصورة هم پتي پوассون هم پريزان سمك صغير في سيجن هم پريزان هم پريزان إليتي إني فوان هم پتي پوассون تريغورمان هم پتيت هم پتيしました قسمة هم پريزان هم پتي التحب هم LSOP نوب charge هم پتي پريزان gourmand sauti et l'avala la vieille grenouille qui connaissait le monde lui disait petit poisson gourmand prend garde au picheur ici je ne le vois pas pas de la fin la fin la fin avec la fin avec la fin c'est ici garde mais non pas de la fin la fin là il y a un vidéo qui ne le voit pas dans les franceses je vous laissez vous rapidement dans le sens gourmand prend garde au pêcheur. Tu manges tout sans réfléchir. Un jour, tu seras prêt. Un matin, le petit poisson voit un grand verre dans l'eau. Et ne réfléchis pas. Elle se précipite au pêche et la voilà prise. On le met dans un bocal dans la chambre de Michelin. Michelin l'aime bien. Elle lui donne un mangé tous les jours. Vous croyez qu'elle est heureuse? Non. Elle regrette sa rivière. Elle est bien punie de sa gourmandise. Non. Elle regrette sa rivière et sa liberté. Elle est bien punie de sa gourmandise. De sa gourmandise. Il dit une fois un petit poisson très gourmand. Elle est bien punie de sa gourmandise. Un petit poisson. Un petit poisson très gourmand. C'est 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 un petit poisson. C'est un petit poisson très downside. C'est un petit poisson très GBN. C'est un petit poisson très gourmand. C'est un petit poisson très cour C'est un petit poisson très gourmand. C'est un petit poisson très facilement de cimentwir avec des ugly представ studying. غو سفاغ دان لو. داس الصباح رأت سمك الصغير دودة كبيرة في الماء. اي نو رفليشي با. بدون ما يفكر بدون تفكير. وِنُ دَفَع وَقَفَصُ في الماء. وِنُ لَوْلَةُ پرِي. دماز تيارا قبدا علي. ان الامي دان ام بوكال وداو في الناع دان لا شامبه داميشولين في غورفات مشولين مشولين لام بيان احبتهو كثيرا اي لوي دان ام مانجي تولي جوغ تحطيه الاكل دائمان فقوي كيلي تغه احنا اللي بويل مع اللي كنسون ضروري نشرك اللي كنسون مع اللي بويل كيلي تغه هل تعتقد انه سعيد؟ نو لا لانه فقط نهره وحريته ايسا لابرتي اللي بيان بوني دوسا غورمانديس انه يعاقب جيدا بسبب شراهته في الاكل هناك تكون ثالث القصة دينا كنتمنى تستفدو من القصة وتعلموا المفردات باللغة العربية وكذلك النطق اللي كنسون مع اللي بويل ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد والى اللقاء الى درس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة